السلام عليكم. طلاب الصف السادس مسي اليوم راح ناخد مع بعض مراجعة سريع على الانكحان. طبعا هي عبارة عن خمسة دروس كانت دخلة معاكم. تبدأ اول اشي بمحيط المضلعات. احنا بنعرف قاعة محيط المضلع هي مجموعة اطوال اضلعه. مثلا محيط المربع اللي هي اربعة ضرب طول الضلع. هي عدد اطوال اضلعه. محيط المستطيل اتنين في الطول زائد العرض. هلا كمان نعرف بالنسبة للمضلعات المنتظمة انه محيطها شو بساوي عدد اضلع المضلع في طول الضلع. زي هون اجي هني المثال بيحكي لي جد محيط مضلع سباعي منتظم. طول ضلعه ثلاث سنتيمتر باجي انا بحط القانون. قديش مس عدد اضلعه ما حكالي سباعي ومنتظم فسبعة. ضرب. قديش طول الضلع? ثلاث. فهلا شو بتصير معي سبعة ضرب ثلاث. واحد وعشرين سنتيمتر. منحط وحدة قياس الطول. ناخد مثال اخر. عنا قطعة ارض مستطيلة الشكل. تمام. طول طولها اربعة متر وعرضها ثلاثة متر صغير قطعة الارض. وحيطت بسياج. ما هو طول السياج? واذا كانت تكلفة المتر الواحد منه خمس دنانير ما هي تكلفة السياج? حر انا هذه قطعة الارض بدي اعمل فيها ازرحها اشي معين. بدي اربي فيها. اراني بحر انا وبيدي اسييجها. تمام? هاي عنا هون طول. وهي عنا هون شو? العرض. تمام? هلا طول السياج شو بيساويلي بالعادة? محيط المستطيل. ومحيط المستطيل شو كاني بيحكيلي. اتنين في الطول زائد العرض. فبكل بساطة بتكون اتنين ضرب. بحط قيمة طول اربعة. زائد العرض ثلاث. شو بتصير عندي اتنين ضرب سبعة وتساوي اربعة عش متر. الان التكلفة. التكلفة دائما ناخدها انها طول السياج ضرب ثمان المتر الواحد. يعني قديش طوله من كم متر بتكون هايو اربعة عش متر ضرب. قديش ثمان المتر الواحد حكا لي هايو خمسة. هلا اربعة عشرة ضرب خمسة خمسين واربعة ضرب خمسة عشرين فبصير الناتج عندي سبعين دينار. طبعا لما بيعرف بروح بضرب ضرب عادي مس. اوكي. الان نروح لسؤال تاني. بحكي لي عندي متوازي اضلاع. اوكي. مساحة اربعة وعشرين سنتيمتر مربع. اذا كان ارتفاعه ثلاثة سنتيمتر مربع جد طول القاعدة الان. شو مساحة توازي الاضلاع اخذناها طول القاعدة ضرب الارتفاع. بثبت المعطيات اللي معاي. مطلوب مني اطلع طول القاعدة. اوكي. قديش مساحة توازي الاضلاع طانيها. بحطها اربعة وعشرين. اوكي. هلا طول القاعدة بنفرضها سين لانها مجهول ضرب. عديش الارتفاع? ثلاثة. صارت معادلة وبدنا نحلها. نقسم على الثلاثة اللي هي عكس عملية الضرب. بتروح بتصير عندي اربعة وعشرين عثلاثة تمانية تساوي السين. اذا طول القاعدة كم بيصفي معاي مس? تمانية سنتيمتر. الان مس. ناخد كمان سؤال. عندي قطعة قماش اللي هي ستارة عالشباك مثلا. عشكل متوازي اضلاع. طول قاعدتها ثلاثة متر. وارتفاحها اربعة متر. فاذا كان ثمن المتر المربع الواحد منها ستة نانير. فكم دينار ثمنها? بتعرف قديش ثمنها. لما بنروح نشتري ستارة او سجادة بنشوف قديش ثمن المتر المربع الواحد. ومنحسب قديش هي مساحتها. وبعدين منضرب المساحة ضرب ثمن المتر المربع الواحد. بطلع عندي ثمنها كاملة. هيك بتلاحظوا اهليكم عم يعملوا. اوكي. فاول شي منروح بنوجد مساحة قطعة القماش اللي هي بتساوي مساحة ايش متوازي الاضلاع. شو مساحة توازي الاضلاع طول القاعدة ضرب الارتفاع. ضروري من خربط بالقوانين. هلأ. شو بتصفي معاي? ثلاثة ضرب اربعة. عملية الضرب تبديلي لو حطيت اربعة ضرب ثلاثة نفس الشي. فبتصير عندي اثنين متر مربع. ثمن قطعة القماش شو بيساوي? قديش مساحة قطعة القماش ما حكيناها هيها اثناش ضرب. قديش ثمن المتر المربع الواحد? ستة. لأ انا انا باخدها اثناش ضرب ستة. عشرة ضرب ستة ستين واثنين ضرب ستة. اثناش بتصير عندي اثنين وسبعين اه دينار. تمام? هذا ثمنها. ناخد هلأ كمان نروح للدرس الثاني. الثالث سوري كان بيحكي عن مساحة شبه المنحرف مس اوكي? هلأ مساحة شبه المنحرف شو بيحكي لي? عندي اي شكل على شكل شبه منحرف اوكي? قطعة ارض ستارة سجادة حرين. اطوال قاعدته 12 سنتيمتر 6 سنتيمتر ما له قاعدتين بس غير متساويات هنا متوازيات البعد بيناتهم ثابت وارتفاعه ثلاث ديسيمتر. اذا منلاحظ طول قاعدة اعطيها بوحدة سنتيمتر والارتفاع ديسي. فالاسهل علي احول الوحدة لازم الوحدات تكون منتظمة. فمنروح منحول الثلاث ديسيمتر لسنتيمتر ومنضربها ضرب عشرة وضحناها اثناء الشرح الثلاثين. اوكي? هلأ مساحة شبه المنحرف موس مجموعة القاعدتين في الارتفاع. منطبق نص. قديش القاعدة الاولى? 12 زائد 6 مش مش مشكلة عملية الجمع كمان تبدلية لو انت بدلت 6 زائد 12. الارتفاع قديش اصبح عندي 30. ممتاز. الان بنحط نص ضرب 12 زائد 6. 18 ضرب ايش ما 30. بتصير عندي 18 ع 2 ضرب 30. طيب 18 ع 2 قديش 9 ضرب 30. اي عدد نضرب باصفار قلنا ننزل الصفر. 9 ضرب 3 قديه 27 يعني هيها 270 سنتيمتر مربع المساحة. ننساش الوحدة. الان الروح لا حجم اه اه متوهز المستطيلات عم بيقول لي مثلا مكعب طوال اضلعه اربع سنتيمتر ما هو حجمه. هذا المكعب اطوال اضلعه متساوية. الحجم معروف الضلع تكعيب فبشو بصير عندي تلاتة تكعيب يعني تلاتة ضرب تلات ضرب تلاتة مسو اخدنا المكعب يعني 27 سنتيمتر ووحدة الحجم هي مكعبة. اوكي? لانو بتحكيلي عن اشي اسمه سع. متوازي مستطيلات اطواله اتنين سنتيمتر خمس سنتيمتر اربع سنتيمتر ما حدد لمن قاعد يومين طول وسريمين العرض ومن طول ومن ارتفاع ما هو حجمه. نيجي هون من ثبتهم ما بدك ترسم انتحر ما في عنا مشكلة مش ضروري من كل رسم. انا برسمه حتى اوضح. هذا الطول وهذا العرض وهذا الارتفاع. اوكي? هاي الطول اخترته انا خمسة وهذا العرض ولو بدلتهم مش مش لانو عملية الضرب تبديلية. الطول خمسة ضرب اربعة ضرب اتنين ارتفاع خمسة ضرب اربعة عشرين ضرب اتنين شو بتصير عندي اربعين سنتيمتر مكعب. هذا هو حجم متوازن مستطيلات. هلا اخر شي عنا عنا مس بيحكيلي عندي متوازن مستطيلات ابعاده. خمسة سنتيمتر مثلا هاي طوله. اوكي? العرض اتنين سنتيمتر الارتفاع واحد سنتيمتر. عم بيقولي ما هي مساحة الكلية ومساحة الجانبية? تمام نعتبرهم سؤالين من فصلات انا حبي توضح لكم ايهم. الان المساحة الكلية كانت كتير سهلة قلت لك لما بطلبها بدون مساحة جانبية بتروح بتوجدها اتنين في الطول في العرض زا اتنين في الطول في الارتفاع زا ادي اتنين في العرض في الارتفاع ضروري تكون حافظ قوانين. حددنا مين طول ومين عرض ومين ارتفاع. نيجي منحط اتنين ضرب. نفتح القوس مين هو الطول? خمسة. والعرض اتنين. منسكره. نجيب عملية الزا اتنين ضرب. قديش الطول? خمسة. قديش ضرب الارتفاع? واحد. اوكي? زا اتنين ضرب. قديش العرض مس هاي العرض? اتنين ضرب الارتفاع وهو واحد. صفت عندي اتنين ضرب عشرة زا اتنين ضرب خمسة زا اد اتنين ضرب اتنين. هلا بتصفي عندي عشرين زا اد عشرة زا اد اربعة بتصير عندي اربعة وثلاثين سنتيمتر مربع لانها مساحة. الان ده بديو مساحة جانبية حكينا اتنين في الطول في الارتفاع زا اد اتنين في العرض في الارتفاع واللي هي محيط القاعد ضرب الارتفاع. انا باستخدم القوانين الاسهل. فهمتكو كيف تستخدموها? الان اتنين فيه. قديش الطول? خمسة الارتفاع واحد. زا اد اتنين فيه. قديش العرض? اتنين في الارتفاع واحد. نفس السؤال. شو بيصير عندي هلا? اتنين ضرب خمسة زا اد اتنين ضرب اتنين. هاي بتصير عندي عشرة زا اربعة 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 عش سنتيمتر مربع. اوكي ميس? الان عنا مكعب. هذا المكعب طول ضلعه اربعة سنتيمتر. بقولك احسب له مرة مساحة جانبية مرة مساحة والانalnız احسب المساحة الكلية با بيطبقها القوانين. المساحة الجانبية بتساوي اربعة ضرب طول الضلع تربيع. بنضعها اربعة ضرب. هنا اربعة تربيع. هلأ شو بتصير اربعة ضرب قدش هيس؟ S16? ان الان 40 ضرب 10 اربعين. واربعة ضرب ستة اربعة عشينت بتصير 64 سنتيمتر مربع. المساحة الكلية شو بتصير ستة ضرب الضلع تربيع اللي هي اربعه تربيع. فبتصير الان عندي 6 ضرب 16 صح الان 6 ضرب 10 60 و 6 ضرب 6 36 36 زائد 60 96 سنتيمتر مربع يعطيكو العافية من السادس ضروري تدرسو كتير مليح و تديرو بالكم وفاين مس